عمل على سلامة المواطن والحفاظ على ممتلكاته وفق النظوم والقوانين المعمول بها تأتي هذه الزيارة التي أدها وزير الداخلية والمركزية لمقر الإدارة الجهوية لأمن ولاية الواقشوط الغربية الوزير كان مرفوقا بالأمين العام للوزارة والمدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية الواقشوط الغربية وعدد من وطور الوزارة ومفوض الإدارة العامة لأمن الوطني وقد استرد الوزير وحدة النجدة والتدخل ووحدة الأمن العمومي والمرافقات ووحدة من سرية حفظ النظام ومكابحات الشغب التابعة لإدارة الجهوية لأمن ولاية الواقشوط الغربية وقد أظهرت الزيارة مدى الجاهزية التي تتمتع بها الإدارة الجهوية التي تتبع لها ثمان مفوضيات أمن عمومي وخمس مفوضيات خاصة في مجال الشرطة القضائية والإسلامات والإنابات القضائية والمرافقات الرسمية إضابة إلى مفوضية خاصة بالقصري المتخالفين مع القانون قمنا اليوم بهذه الزيارة للإدارة الجهوية لأمن ولاية الواقشوط العربية وهي بداية سلسلة أعمال ميدانية التي نقوم بها على مستوى ولاية المواقشوط والأساس منها هو الحث على العمل الجاد والصرامة في تطبيق القانون يسوى كانت الوضعية الشنهي ونشكر الشرطة على الدور الهامل اللي قايم به فأمننا كاملين وطالب الناس على أن نتعاون معهم في مكافحة الجريمة والحفاظ على المجتمع الكامل والبلد ونخترت المولي ننتهز هذه الفرصة لأن أكد ذاك اللي قلت يامس هو على دولة القانون ما معناها الهوضاء ولا السيبة عنها رجاجة احترم القانون يالت كل مواطن لا يقوم بتصرف ولا لا يقول كلمة يفكر على أنها هذه الكلمة وهذه الخطوة خاضعة لمدونتنا القانونية وقوات الأمن نعطاه لهم التعليمات اليوم على أنهم يتعاملوا مع الناس على أساس أولا العدالة لا يظلم حد يا غير لا يفتح لحد الطريق المولي على أنه يعدل مخالفة أبدا وكل مخالفة لكن العقابة المقابلة لها يعدل يا غير واعين المولي على أن ذيك الناس اللي قلت تعود قالت عنها ضعاف وشعر بالغبل على أنه في خامس سيد الرئيس أول شي قالوا في إعلان ترشحه على أنه مهتم ضد الفئات اللي ذهي وعدلت خطة لمحاربة الغبل ومحاربة التباينات كاملة بصيفة اجتماعية واقتصادية وعلى المستوى الجدارة ودورتعودوا لاحطوا بالخصوص على مستوى ولاية الماقشوط الغربية ما قد سحد عنده تظلم ما ندرس ونشاف فيه وإلا عاد عنده فيه الحق وإلا عاد ما عنده فيه الحق ينقالوا على أنه ما عنده فيه الحق بصفة واضحة كل مواطن يقالوا دائما يراعي على أنه خالق شي ملكنا كاملين ويقالتنا حافظ عليه ككاملين دولة مؤسسات والحفاظ والشأن العام كامل وحد ما يراعي هذا نظر أننا نذكره به يغير في إطار دولة القانون ممكن أن نذكر عن دولة القانون عكس التي شاء عنها هي أقوى دولة الصحة لأنها يطبق فيها القانون بصفة صارمة وفي ختام زيارته للإدارة الجهوية لأمن ولاية المشروط الغربية اجتمع الوزير بطاقم الإدارة ومفوضي المفوضيات التابعة لها حيض حثهم على القيام بالمهام المسندة لهم بكل سرامة